اشتركوا في القناة البلاد واستقرارها دكتور علي أهمية هذه الخطوة من وجهة نظركم كيف تقرؤونها أولا بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنه يجب أن نؤمن بالبداية أنه حق من حقوق مملكة البحرين أن تصدر مثل هذه القرارات على من خلال صاحب الجلالة الملك حمد وهذا يعني في العرف الدبلوماسي والسياسي حق مطلق لدولة البحرين ولكن يجب أن ندرك أن هذه القرارات هي أولا ليست موجهة إلى الشعب القطري بقدر ما هي موجهة إلى القيادة السياسية وتحديدا الحمدين الذين من الواضح أنهما يتجهان بقطر إلى محاولة إخراجها وانتزعها من الجسد الخليجي ولا أعتقد أنه ذلك سيتحقق مملكة البحرين عانت كثيرا خلال العقدين الماضيين من تدخلات قطر وأعتقد أنه الحكمة البحرينية وحكمة القيادة البحرينية كانت تتميز بالصبر وطول البال ومثل هذه القرارات من وجهة نظري يعني كان يمكن اتخاذها قبل فترة من الزمن ولكن أنا متأكد أن القيادة في البحرين هي تسير ضمن المنظومة الخليجية بأن يتم التعامل بكل هدوء ولكن عندما وصلت الأمور إلى مرحلة خطيرة وتدخلات ومحاولة الإساءة المباشرة للأمن القومي البحرين كان من الواجب اتخاذ من هذه القرارات وأعتقد أن البحرين تحمي نفسها وتحمي محيطها السياسي والجغرافي ولكن أكرر وأقول أن الرسالة هذه ليست ضد شعب القطر شعب القطري ولكنها هي ضد السياسة التي ينتهجها الحمدين ولذلك نحن في الخليج جميعا حريصون على أن يكون الشعب القطري مفصولا عن قياداته ونتمنى أن يقول الشعب القطري كلمته ويعود إلى الحظن الخليجي متخلصا من تلك السياسات السلبية التي تسيء إلى المنطقة نعم دكتور علي إذن هل نتوقع قرارات مماثلة من الدول العضاة بدول المجلس أعتقد أن البحرين دولة عضو ودولة مؤثر وأعتقد أن البحرين هي تعكس وجهة نظر مشتركة مع الدول الخليجية وخاصة السعودية والإمارات الدول الأكثر تأثيرا والأكبر في المنطقة الخليجية ولذلك لا أعتقد أن الدول الخليجية سترضى بأن تحضر قمة خليجية تكون فيها قطر مدعوة إلى الجلوس إلى نفس الطاولة هناك أزمة بين دول الخليج وبين قطر يجب أن تصح قبل أن يكون هناك أي اجتماع دبلوماسي أو سياسي وهذا التصحيح يقتضي أن تتراجع قطر وأن تقبل قطر تلك الشروط هذا مطلب رئيسي وهذا أعتقد أنه تلقائي يفهمه الجميع لذلك أنا لا أستبعد بل أتوقع أن يكون ذات الموقف يمكن أن يسمع قريبا وقد يكون خلال هذا الأسبوع من بقية دول الخليج وخصوصا السعودية والإمارات نعم من الرياضة المحلل السياسي دكتور علي الخشبان شكرا جزيلا لك